بس التساؤل يعني هل تم إشعارهم قبلها بمدة كافية؟ بالتأكيد تم الإشعار بمدة كافية ويتم التعامل عن طريق اللجنة باستقبال جميع الملاحظات على أعمال اللجنة ويتم معالجتها في نفس مقر هذه الأحياء طيب وش التحديات التي تواجهكم في مشروع تصحيح وضعها الأحياء العشوائية وتطويرها بكل صراحة؟ مثل ما نعرف تطوير العشوائيات على المستوى عالمي يعني دائما تكون في بناحية جزئية مثلا مثل فتح شوارع والهدف من هذا النموذج تفكيك الكتلة العشوائية ليصال الخدمات وتحسين النفاذية داخل هذه الأحياء أو ممكن في من الحلول الأخرى تكون نقدر نسميها تجميلية تكون تحسين للواجهات لكن يبقى الحال على ما هو عليه لكن التحدي الكبير اللي كان في جدة أنه تكون تطوير شامل داخل هذه المنطقة والحمد لله تم تجاوز هذا التحدي الكبير بتضافر جميع الجهود وبإشراف ومتابعة من أمارة منطقة مكة المكرمة وتم تدليل جميع الصعاب والحمد لله أيضا أحب أشيد بتعاون السكان والملاك الذي لو لا تعاونهم معنا ما كان تحقق هذا الإنجاز بهذه السرعة ترجمة نانسي قنقر